يسأل يقول هناك شخص أوصى بماله بعد وفاته للفقراء والمساكين يقول وعنده أولاد ما حكم هذه الوصية وهل لو كان أولاده مثلا أغنية تختلف إذا كانوا عن كونهم فقراء أم لا علي بارك الله فيك أولا بالنسبة للوصية للإنسان هذا مما تفضل الله عز وجل به على المسلمين حيث إن الله تعالى تصدق عليهم بثلث مالهم عند وفاتهم يجعلونه بعد وفاتهم صدقة مثلا على ما يشترطون ولذلك النبي صلى الله عليه وآله سلم حينما زار سعد بن أبي وقاص بعد حجة الوداع قال يا رسول الله يعني حضرني أجلي وكان مريضا وليس عندي إلا ابن ترثني أفأتصدق بمالي قال لا قال بنصف مالي أو بشطر مالي قال لا قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير ولذلك لا يجوز للإنسان أن يوصي بجميع ماله بعد وفاته إذا كان عنده ورثة ولو أوصى بجميع ماله بعد وفاته وعنده ورثة هناك من يرثه فإن هذه الوصية تبطل فيما زاد عن الثلث ولذلك تكون في الثلث فقط تكون في الثلث فقط يعني إلا أن يرضى الورثة فإذا رضي الورثة خلص سقط حقهم بهذا أما إذا لم يرضوا فلا يكون إلا بحدود الثلث ولا وصية لوارث ولا وصية لوارث بارك الله فيك سواء كان الأولاد أغنية أو كانوا فقرا الحكم واحد لا يجوز للإنسان أن يوصي بعد وفاته بجميع ماله ولا بنصف ماله ولكن في حدود الثلث وذهب كثير من أهل العلم أن الربع أفضل من الثلث لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الثلث والثلث كثير الثلث والثلث كثير بارك الله فيك